معنا من أربيل على الانشوع المحلل العسكري مرحبا بك سيد علاء خرج آخر جسر في الموصل عن الخدمة بضربتين جويتين من التحالف الدولي كيف يمكن أن يؤثر على سرعة حسم المعارك في الساحل الأيسر لمدينة الموصل وهل فعلا سيعيق إمدادات تنظيم داعش بدايتين شكرا جزيلا لك سيدي ولمشاهدي غنات الفلوجة بداية سنتكلم عن تطورات أو استحداث الخطة الجديدة باستهداف الجسور وهذه الجسور كما نعلم جيدة هي خطوط إمدادات كثيرة للجانبين كانت لداعش أو كانت للقوات العراقية إذا كانت القوات العراقية تهدف إلى أن تدخل الجانب الأيمن فعليها أن تستخدم هذه الجسور وإذا كانت داعش عليها أن تدافع عن الجانب الأيسر فعليها أن تستخدم هذه الجسور إذن هي الاستفادة مشتركة ولكن نعلم جيد أن مفهوم الجسر في الخطط العسكرية هو يعطي الكثير من السياقات والأهداف التي تعطي للقطعات زخما هجوميا أو زخما قتاليا يؤثر تأثير كان سلبي أو إيجابي ولكن أنا في مفهومي إذا كانت هذه الجسور كانت على القوات العراقية أن تستهدف هذه الجسور أو تحتلها بطريقة الإنزال المباشر حتى يتسنى لها الدخول إلى عمق الجانب الأيمن ولكن كانت هناك الخطط وكما نعلم جيدا أن الخطط ألا يشكل خطرا على الجنود الذين سينزلون على الجسر لأنهم سيصبحون في الوسط سيد العزيز إذا كانت هناك خطط محكمة وقطعات تتمكن أو لها قدرات قتالية عالية تستطيع أن تأخذ رأس الجسر ومن ثم تبدأ فيه عملية تطوير المحاور وهذا كما يعني معلوم في العقادة العسكرية هو يمكن للمقاتل إذا أخذ رأس الجسر يستطيع أن يدفع بأكثر ما يمكن من القطعات إلى العمق وكما تعلم جيدا داعش لا يمتلك غطاء جوي فبهذه الحالة يمكن الاستفادة من رأس الجسر في التقدم إلى العمق وهذا التقدم إلى العمق لا تتوقع أن ضرب الجسور جاء متأخرا لو تكلمنا من الجانب العسكري صحيح ولكن هو أيضا يعزل منطقة عن منطقة أخرى سيعزل الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر وستكون هناك عمليات منفصلة يعني ستكون هناك محاور جديدة يعني المحور الشرقي اللي ممكن أنه حاليا القطعات العراقية تسير فيه وهو محور الشمال الشرقي ومحور الشرقي سيكون منقطعا عن المحور الأيمن الذي يكون فيه محورين محور جنوبي ومحور غربي لكن في وقت متأخذ نعم بس هو يعني كتعبئة عالمية أو كتعبئة فكرية لا يمكن أن تكون بهكذا صورة يعني كان على الجيش العراقي أن يستفاد من هذه الجسور كان يستفاد منها في التقدم إلى العمق وحسم المعركة بأسرع ما يمكن من الوقت لأن كما تعلم جيد إن لم تكن تحسم المعركة بأسرع وقت فهذا شيء أثر على كثير من المعنويات التي تؤثر تأثير مباشر على شير العمليات الأخرى التي ستكون في الجبهات يعني إحنا عدنا الجبهة المحور الجنوبي وعندنا المحور الغربي وعندنا المحور الشمالي ولحد الآن هناك تلك في التقدم باستثناء المحور الشرقي والشمال الشرقي الذي هو فيه العمليات من قبل مكافعة الإرهاب ومن قبل الفرق المتجحفلة معها ولكن لو كانت هناك رؤية حقيقية كانت الاستفادة من الجسور وليس ضربها بالإضافة إلى أنها تؤثر على البنى التحتية للمدينة مستقبلا بعد تحريرها أيضا تؤثر على المدنيين سيد علاء نعم يعني ما رح يسمح للمدنيين بالخروج أو إلى القطعات التي حررت الجانب الأيسر فهذا يعطي أيضا ممرات للمدنيين في الدخول إلى الجانب الأيسر والتخلص من العقبات التي يضعها داعش طيب سيد علاء يعني اليوم القوات العراقية ومن متجحفل معها لا زالوا يراوغون في الجانب الأيسر فقط وحرروا ربما 25 منطقة فقط هل هذا عسكريا بالتخطيط العسكري صحي وناجح يعني لنا نظرات كثيرة على الخطط وهناك فيها الكثير من النقاط للضعف الموجودة يعني على الخطط العسكرية وحنا أشرناها على منبر قناتكم عدة مرات وقلنا أن الخطة العسكرية لا بد من تتجدد ولا بد من تكون هناك خطط جديدة وخطط عسكرية حقيقية تستطيع أن تحسن الموقف بأسرع ما يمكن من الوقت لأنك كما تعلم جيدا نحن اليوم في اليوم الخمسين يعني اليوم الأسبوع الثامن بداية الأسبوع الثامن هذه المدة ليست بالقليلة وليست بالهينة تأثيرها تأثير مباشر على معنويات القطاعات الموجودة هناك لأن عملية الصمود والدفاع لداعش في هذه المناطق سيعطي لها الآلية وسيعطي لها الدعم الكامل لأن تعزج دفاعاتها في هذه المناطق باعتقاد الخطة العسكرية لا بد أن تكون يعني تنزم عليها أن تكون هناك خطط بديلة أو خطط تتلاءم مع متطلبات الحرب الحديثة وليس مع متطلبات الحرب التقليدية لأن كما نعلم جيداً هي حالياً الحرب التقليدية يعني هي الطاغية على مسرح العمليات حيث وجود هناك تخطي ووجود هناك إحاطة ولم تكون هناك وجود أي اقتحام عبر الإنزالات عبر استخدام عضل المقاطع لكن دعنا نستفد منك بشكل أكبر ضرب الجسر ألا يعتبر إشارة من قبل التحالف الدولي بأن الجانب الأيسر موضوعه سيحسم قريباً؟ هذا هو مؤشر يعني مؤشر ولكن كما تعلم المعركة لها بدايات ولم تكن لها نهايات ولكن علينا أن نفهم جيداً أن المعركة تعبئة ولها وقتها ولها تأثيرها طيب انتقدتم التلكؤ الحاصل من قبل الجيش ولا زال يراوح في الجانب الأيسر مع تصريحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي بأن معركة الموصل ستنتهي قبل نهاية العام عسكرياً هل هذا ممكن؟ أنا باعتقادي السيد العبادي كما تعلم جيداً هو لا يحمل الفكر العسكري ولكن يحمل أفكار المستشارين الذين القريبين منه ولا يمكن التكهن بنتائج المعركة بأسرع وقت كما يدعي أو كما تدعي القطعات هناك كما تعلم جيداً هناك قطعات هناك قوة مدافعة هناك قوات هاجمة هناك اشتخدام مدنيين دروع بشرية هناك عوامل جوية هناك ظروف أخرى كل هذا تؤثر تأثير مباشر على شير المعارك ولا تعطي الوقت المناسب ليمكن تحديده ولكن إذا كانت هناك ضربات اشتباقية وضربات إلى العموق فأنا أقول أنها ستساعد على التشريح في حسم المعركة ولكن إذا كانت هذه الخطعة ما زالت دعنا نتقل إلى الجانب الأيمن سيد علاء يعني اليوم ضرب الجسر وأصبح الجانب الأيمن مطوق بشكل كامل كيف ستتعامل القوات الأمنية مع المدنيين المتواجدين الذين أصبحوا أكثر عرضة لخطر القتل واستخدامهم كدروع بشرية يعني هذا أيضاً يصعب المعركة من الجانب الأمني أخي العزيز لحد هاللحظة أنه ما ندرك أن هناك مشكلة كبيرة تحيط بالمدنيين وعلى القيادة السياسية أو القيادة العسكرية الموجودة هناك أن تفكر جلياً في أن وجود أكثر من مليون ونصف في هذه المدينة علينا أن نحافظ على حياتهم من كل الاتجاهات وكما تعلم جيداً أن داعش يلتسق ويجعلهم دروع بشرية لهم بالإضافة إلى ذلك أنه حالياً إذا كانت هناك خطط دفاعية جديرة لداعش ستواجه القوات العراقية فستكون الخسائر على المدنيين أكثر من ما تكون على داعش بالإضافة إلى ذلك أنه على الخطط العسكرية الموضوعة يعني هناك لا بد من وجود خطط لإجلاء المدنيين لا بد من أن تكون هناك مناطق آمنة أو ممرات آمنة لخروج هؤلاء المدنيين حتى لا يتأثر بالضربات الجوية ولا يتأثر بالعمليات العسكرية التي قد تحدث وكانت حرب شوارع وكما تعلم جيداً هناك قصف عشوائي وهناك طائرات تضرب بعض المدنيين أو تخطأ في الأهداف حتى ضربات التحالف العشوائي في بعض الأحيان سيد علاء شكراً جزيلاً لك عضل المقاطعة شكراً شكراً لك شكراً سيد علاء نشوع من أربيل كنت معنا عبر الأقمال الصناعية المحلل العسكري شكراً لك